الخلافات الزوجية أحالت بين استمرار الحياة بين الصحفية إيمان عبداللطيف وزوجها الذي طلقها شفاهيا بعد أن علمت بأنه اقترد مبلغ باسمها ولم يسدده فتركت إيمان له منزل الزوجية وانتقلت للعيش مع أسرتها في منطقة المطار بدائرة قسم شرطة العجوزة حيث أخذت معها تفليها فريدة في الصف الثاني السنوي وحمزة في الصف الرابع الابتدائي وأكد الابن حمزة في تحقيقات نيابة العجوزة أنه السمع الباب يطرق فعندما فتحه تفاجأ بوالده واقفا وعلى وجهه علامات الغضب ففرح الطفل بقدوم والده ونظر إلى شيء ما يخفيه الأب بين طيات ملابسه الابن اعتقد أن والده أحضر شنطة سوداء بها مأكلات يحبها الصدم لكن الصدمة كانت عندما دفعه الأب وأخرج سكين من بين طيات ملابسه ومعها فطورة اشترى بها السلاح وتوجه إلى غرفة داخل الشقة تنام بداخلها المجني عليها انهال عليها طعنا محدثا إصابات لها تمثلت في 25 طعنا قودت بحياتها وبعد الانتهاء من الجريمة نزل على رجبتيه واحتضن الجثة باكيا وردت قائلا روحتي مني يا إيمان بحبك يا قلبي اصحي يا حبيبتي وبعدها تفجأه بأخوي قوله عاوز إلحقه عشان هيئة المرادة فرده علي الجيران بأنه هو قتلها خلاص وعلى الفور حضرت الشرطة وألقت القبض عليه وتم اقتياده إلى دوان قسم الشرطة وهناك حاول المتهم تبرير جرمته بأنها كانت انتقاما لوجود علاقة بين الضحية وشخص آخر عملت له طلب صداقة على الفيسبوك وإنه من قصرة حبه لها كان يغار عليها بشدة تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأمرت جهات التحقيق بحبسه أربعة أيام على زمة التحقيقات في القضية تلقى لواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة اختار من غرفة عمليات النجدة يفيد بمسرع سيدة على يد طلقها داخل منزل أسرتها بالعجوزة انتقل إلى مكان البلاغ ضباط المباحث وتبين من الفحص أن المجني عليها منفصل عن زوجها وتقيم بصحبة أسرتها بمنطقة العجوزة وقبل الحادث حضر طلقها ويعمل موظف وطلب منها العودة إلى عسمته لكنها رفضت ونهرته بشدة ما دفعوا إلى الاعتداء عليها بسكين كبير كان يخفيه بين طيات ملابسه ترجمة نانسي قنقر